موسيقى نقطتين اتنين خاصة بالحلق النقطة الاولى وهي شراء الحلق في المنام والحلق اللي هو القرط يعني لو في بعض الناس ما تعرفش الحلق احنا بنقول عليه الحلق في اللهجة المصرية عندنا لكن باللغة العربية الفصحة القرط الذي يعلق في الازن نراضي هتكلم عن نقطتين اتنين مهمين جدا شراء الحلق وسارقة الحلق لكن في البداية دعوني ابدأ برؤيتين او ثلاثة في قضية ارتداء الحلق نفسه ارتداء الحلق من الذهب هذه الرؤية محمودة تدل ان شاء الله تبارك وتعالى على الحصول على وظيفة مرموقة ان شاء الله تبارك وتعالى هذه الرؤية ايضا ارتداء الحلق من الذهب للرجل مع ان هذا محرم في الدنيا لكن في قضية الاحلام هذا موضوع تاني هذه الرؤية تدل على سبحان الله العظيم دلالة على انها صاحب هذه الرؤية وهو الرجل المتزوج أنه متدين إن شاء الله رؤية المنت العزباء وهي ترتدي الحلق هذه الرؤية جميلة جدا تدل على اقتراب زواجها رؤية ارتداء الحلق أحيانا هذه الرؤية تدل على حسم بعض القرارات المهمة في حياتك وهذه القرارات ومع شديد الأسف تسبب لك بعض التوتر والقلق ولكن كل هذا سوف يمر عليك بسلام إن شاء الله تبارك وتعالى ندخل بقى على الموضوع المهم وهو قضية شراء الحلق في المنام هذه الرؤية جميلة جدا لأي شخص بصفة عامة قبل أن ندخل في تفصيل شراء الحلق الذهبي في المنام تدل على فطنة وحكمة ونضج عقل الرأي إذن هناك بعض الصفات المحمودة فيك أنت شخص ناضج شخص حكيم شخص عاقل شخص يشار إليك بالبنان وحينما تحدث أي مشكلة يأتون بك لكي تحل هذه المشكلة رؤية شراء الحلق في المنام فهي رؤية جميلة جدا 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 هذا بداية رؤية شراء الحلق وضيعه يعني امتلاكت الحلق اشتريته بس بدور عليه مش لقيه هذه الرؤية تدل على بعض المواقف المحرجة التي سوف تحدث للرأي ومع شديد الأسف رؤية شراء الحلق أحيانا تدل على تحديد الأولويات عندك أكثر من موضوع وإنت المفترض أنك ترتب حساباتك ما يبقاش كده اللي مش مهم هو اللي بتبدأ به الأول لا في حاجات مهمة لازم تبدأ بيها الأول شراء الحلق أحيانا يدل على أن صاحب هذه الرؤية يستمع إلى نصائح الآخرين أما سارقة الحلق ومع شديد الأسف في المنام فهذه الرؤية تدل على الشعور باليأس من أمر قد صعب عليك تحقيقه ومع شديد الأسف رؤية خلع الحلق من المنام حدوث بعض المشاكل والأزمات لصاحب هذه الرؤية ومع شديد الأسف وهذه المشاكل تختلف من شخص لآخر فربما تكون هذه المشاكل في العمل ربما تكون هذه المشاكل للبنت العزباء مشاكل عاطفية وعلى هذا فقس انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته